يحكومها الدستور والقانون دكتور انتفاض سؤالي لك هذه الثورة النظيفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ألا تستحق من الولايات المتحدة على أقل تقدير دعما في المحافل الدولية لماذا يترك العراقيون اليوم يواجهون مصيرهم أمام هذه الميليشيات التي تقتلهم في كل مكان نعم أولا خلى ثبت نقطة كمعلومة ليس هناك أي تعييد أمريكي لمحمد علاوي هذه كذوبة كبيرة ومحمد علاوي بعث بدان سهنانة ولم يحصل عند أي تعييد وبيان السفارة الأمريكية لم يقل نؤيد قال يتطلب جهود وعندما يترجم للإنجليزية العربية قد يبين شوي إيجابي لكنه بالإنجليزي جدا سلبي ثانيا المتظاهرين في العراق حصلوا على تعييد أمريكي مطلق لم تقف أمريكا ضد المتظاهرين من اليوم الأول شكرا للتعاون أصدقائنا هنا معنا وجهودنا هنا المكثفة أنا وبعض الناس الشرفاء استطعنا أن نحصل دعم أمريكي أمريكا تدعم هذه المتظاهرات في أكثر من بيان من البيت الأبيض إلى بومبيو إلى كل دوار الدولة الأمريكية والإثبات على ذلك قوائم العقوبات التي صدرت بحق المحتدين على المتظاهرين ومنهم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وخميس الخنجر وغيرهم وهناك قوام أخرى أما أن توقع أن الأمريكان سيقومون إنزال عسكري واحتلال حتى يحمون المتظاهرين هذا غير معقول ولن يحصل ولا أحد يطالب به أصلا طيب قلت لي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى عن ترشيح محمد توفيق علاوي لماذا؟ ومن معلومات دقيقة استخبارية وغير استخبارية ومن مصادر كثيرة أن محمد علاوي جاء تعينه من قبل حسن نصر الله القابع في سرداب في ضحية بيروت وهذا شيء مرفوض والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتصرف بطريقة تدخلية واضحة في العراق لأن هذه طريقة الرئيس ترامب أنه يدافع عن مصالح وهنا نأتي عندما يتم انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لتعاونها مع الميليشيات كان هذا في عهد أوباما عهد أوباما كان عهد أسود على العراق وعلى سوريا وعلى المنطق كلها عندما حتى أوباما خلف وعده في الخطوط الحمراء باستعمال كيمياوي في سوريا المشهورة صحيح لكن إجان الرئيس قوي ضد إيران وكسر الاتفاق النووي وضرب وقتل قاسم سليموني أكبر إرهابي خلال 40 سنة في تاريخ العالم وقتل أممهدي المهندس من أكبر إرهابي العراق إذن صحيح أن حسن نصر الله اليوم مشجع يتولى مهام سليماني دكتور انتفاض نعم من سياق كلامك أسألك هل صحيح إذن ما يقال عن أن حسن نصر الله زعيمي ليش حزب الله هو من يتولى مهام قاسم سليماني السابقة في العراق لا أحد يستطيع صدقني أنا اشتغلت معهم لا أحد يستطيع أن يحل محل ويملأ فراغ قاسم سليماني هناك طموحات حسن نصر الله يحاول حسن نصر الله ليس إيرانيا مهما كان حتى وإن كان عميلا قاسم سليماني إيراني منهم وبيهم صلى 40 سنة يشارك في الحرب العراقية الإيرانية مجروح في الحرب العراقية الإيرانية عنده علاقات أنت تعرف قاسم سليماني كان يريد أن يسوي العراق دولة ولاية فقيه ثانية منفصلة عن إيران حتى إذا سقط النظام إيراني يستمر هو في العراق كانت طموحات استراتيجية واسعة هذا لا يمكن حله ولذلك هم سيتدهور وضعهم وهنا نأتي وتعقبا على مقالة سيد حسن المسوي الحل يجب أن يكون إقليميا أنا كنت وحدة من الأشياء التي تعلمنا من أخطائي أنا في المعارضة العراقية أننا كنا نتصور نستطيع حل العراق إقليميا من خلال إسقاط نظام صدام ولكن الهجم الإيرانية والهجمات الأخرى من كل الدول ومن سوريا أوضحت لنا أن المشكلة في الشرق الوسطية مشكلة إقليمية أنا أعتقد يجب إسقاط نظام طهران وبالتالي سينهر في عراق وكذلك هناك يجب أن يكون تغيير جذري في سوريا وفي لبنان إذن علينا أن لا نأمل أي تغيير في دول المنطقة وولا يشتفقهم من دون إسقاط النظام الإيراني يا دكتور انتفاض هذا ملخص كلامك إن لم يسقط النظام إيراني فيجب إضعافه إلى درجة بحيث لا يستطيع أن يتدخل في شؤون العراق وهذه خطة ترامب أنت تعرف ترامب يقوم بما قام به ريغين الذي أسقط الاتحاد السوفيتي بدون إطلاق طلقة واحدة وهناك توقعات سياسية مهمة في واشنطن أن ما حصل إسقاط الاتحاد السوفيتي الذي أقوى واحدة من إيران سيحصل لنظام إيراني في ظل هذه العقوبات والاستنزاف الذي يقوم به الرئيس ترامب للنظام الإيراني المتدهور ورعه شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الدكتور انتفاض قنبر السياسي العراقي ورئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن كنت معنا مباشرة عبر الأغمار الصناعية من العاصمة الأمريكية كل الشكر لسمحت السيد حسن الموسوي المرجع الشعر